وزير خارجية تشيكي النهاردة مع وزير خارجية مصر سيد سامح شكري عمل دعاية أو بيعمل دعاية للسياحة في مصر بكلمكم بجد سؤل عن السياحة التشيكية ويجو مصر إيه الإجراءات قال الجملة في غاية الأهمية قالك الشواطئ المصرية من أفضل الشواطئ في العالم ده اللي بيتكلم هنا مين وزير خارجية له لعب كورة ولا فنان مع احترامنا لكل طبعا لكن بيتكلم على وزير خارجية الدولة من الدول أيضا اللي بتصدر سياحة الشواطئ المصرية من أفضل الشواطئ في العالم إيه هي الرسالة اللي قالها من مصر مش قالها لنا قالها لنا طبعا ولكن هو بيقولها حتى لدول العالم ومش للسياحة عنده للعالم بيتكلم هنا وزير خارجية دولة أوروبية بيتكلم على مصر وعلى الشواطئ وعلى السياحة في مصر وفيه أكتر من كده دعاية وفيه أجمل من كده دعاية وزير خارجية دولة بيتكلم عن مصر وبيعملها دعاية للسياحة تعالوا زوروا مصر ألاقي بعض الناس للأسف يعني يروحوا بعض الدول فيروح نشر لك صورة يا سلام على كذا طب يا سيدي ما تنشرها من بلدك وقول يا سلام وبلدك بالمصر تستحق وعلى فكرة عندنا شواطئ زي ما قال وزير خارجية شيك مش موجودة في أي دولة ولا تقول الدول فيها حرائي دلوقتي ولا تقول الدول ما فيهاش حرائي احنا عندنا أحسن شواطئ بجد خد من أول مرسع علم أصدقاء قاليني النهاردة بيكلموني كان عندهم فرح فقرروا يروحوا فين يقضوا شار العسل مرسع علم قالك ده جوه نار إليك قالك نار مين تعال يا سيدي روح مرسع علم وحطوا الصور بتاعتهم وقالك أجمل شواطئ شفناها سفروا قبل كده مش عارف فين وفين ودول كتير يعني من غير ما عودوا تسمي حبيش أنا تسمي يعني غير بلدي سفروا قالك أنفقنا بره قد كده وهنا يدوب شوية كده من قد كده شوية كده واسمنة في مصر بقض شهر العسل في بلدي وأحلى شواطئ موجودة في مرسع علم وعلى فكرة أحلى شواطئ موجودة في العالمين واسكندرية الجميلة بزحمتها وناسها وجمالها وحلوتها على فكرة ممكن تروح هاي حيطة وفي الآخر لازم تروح اسكندرية من فعش ما تروحش اسكندرية مش عارف تاكل عند مين وتروح عند مين وتتمشى فين والكورنيش روح ما تروح وشوف شواطئ ما تروح طيب روح شرم الشيخ والغرداء وأنا بكلمك على حاجة أنتم مش عارفينها ما معظم الناس عارفة الكلام ده فأزعل ملائي أيا كان يعني ممكن حد أعملها بحسنية أو كذا طبيعي حسنية يعني لن نفترض سوء النوافي أحد على الإطلاق ولكن أحب محمد صلاح السنة دي صير فين في مصر وفي السحل الشمالي وكان نازل في يعني أحد الفنادق اللي احنا يعني ما شاء الله شواطئ بتعتها زي هو محمد صلاح بعمل دعايا لبلده محمد يحط صورة بتلاقي عشرات الألاف من الناس بتدخل على محمد صلاح ومن مصر هو ده ابن مصر بيدعم السياحة في بلده ما هي من الناسبة هات صورة مرتين تلاتة في أكتر من مكان والناس قابلوا صلاح حطرهم معاه وقال لك محمد في الحتة الفلانية بيصيف هنا هي دي الدعاية لكن أرجو من ما حدش ياخد الكلام من الناسبة على حد معين لا خالص قادي محمد صلاحه قادي صلاحه من منين من السحل الشمالي في مصر من شاطر المصرية حط كذا صورة محمد صلاح والناس بقول لكم اللي قابلوا اتصوروا معاه وحطوا صورهم يا السلام هو فيه أجمل من كده وضحكت ابو صلاح ويلا يعني قربوا بقى الدور الإنجليزي يرجع بقى ونتفرج على أبو صلاح قادي محمد صلاح بيعمل دعاية لبلده الله ما كل واحد يا جماعة عنده صفحة حتى لو عليها ميت واحد وطبعا مش عليها مية بيبقى ألاف وفي ناس عليها ملايين كلم على بلدك ايه دعم سياحة بلدك واحنا لينا غيرها هو أنا لما أروح أدعم دول تانية أين كانت الدول بتعديك ولا بتعديكش وتتديت له أمان ما ديناش أمان ايه هوا؟ بنجرب بنفرج بنشوف فأرجوكو يعني بلدكو تستحق ان احنا نعم أي مكان حالك روح تصور واتكلم على بلدك مش بتكلم على نفسي ولكن بالمناسبة أنا لن بلاقي أي مكان بروح يا عم صورة يا عم اطلع لايف على الهواء مع الناس على صفحتي واتكلم مع الناس وقولهم الحق طالع منين النهاردة الصور دي طالع منين اروح لعلى مين اكلم الناس اروح اسكندريا اتكلم الناس اروح مكان آخر اكلم الناس هو ايه اللي يمنع ايه اللي يمنع ما احنا منتكلم عن بلدنا واحنا بنشوف بلدنا جميلة وما بنشوفش احلى منها على فكرة يا سلام البحر الاحمر شوف البحر الاحمر شوف راس محمد شوف الشعب المرجانية هو فيه احلى من مصر فيش احلى من مصر لي يا جماعة ناس بت يعني تستكتر على بلدك كلمتين في حق بلدك ما بقولكش سافر زي ما انت عايز ولكن حق بلدك ان انا لو اروح اي مكان روح الغرداء حطوا صورة ويكتب كلمتين ما انت ليك معجبين وناس بيحبوك اتكلموا ويتكلموا معاك ويشوفوا الكلام ده وناس تحب تشوف ده شكرا لكم